أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة جاءت تصريحات مدبولي خلال تفقده عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبو صير التابعة لمركز برغ العرب بمحافظات الإسكندرية وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس أسيسي بالمضي في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة المواطنين مشددا على حرص الحكومة على متابعة سير مشروعات تلك المبادرة الرئاسية المهمة في كفة المحافظات للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمانية المقررة وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروعات حياة كريمة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية حيث أكد مساعد رئيس الهيئة اللواء أشرف حصني أن الهيئة تنفذ 86 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية في أربع قرى و45 تابعا بمركز برج العرب بالإسكندرية تخدم نحو 135 ألف شخص من أبناء المركز مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 27 مشروعا حتى الآن بنسبة تنفيذ تصل إلى 68% وجار استكمال باقي المشروعات